اهلا بكم مع اياه فهميت. هعمل معكم النهاردة فيديو مطلوب جدا الفترة اللي جاية فيديو المخلل المشكل. انا عملت معكم فيديوهات قبل كده عن المخللات بصفة عامة. هاسبها لكم في صندوق الوصف. المخلل المشكل بتاعي النهاردة. اه حبقى مستخدمة فيه فلفل وكرنبيت وجزر بصل اه خيار. كنت اتمنى طبعا يكون معهم ليفت بس الحقيقة انا ملقتش الليفت. اه مخلل المشكل احنا بنحط الانواع اللي احنا بنحبها يعني اللي احنا عايزينه. ممكن نستغنى عن انواع ونستبدل انواع بحاجة تانية. انا هبتدي معاكم بالحاجة اللي هتحتاج ان هي تتنقع. لان مش كل الانواع المخلل دهات او مش كل الانواع الخضار دي بتتخلل زي بعض. فانا هبتدي بالبصل. اه البصل اللي عملته معاكم قبل كده في فيديو سابق. لو عايزين تشوفوه بالتفصيل هحوط لكم رابط في صندوق الوصف. اه انا بنقع البصل اه او بعمل البصل على مرحلتين او بنقعه مرتين. مرة وهو بقشره ومرة من غير قشره. بزود له اه المكونات اللي انا حطتها اللي فاتت دهات اللي انت شفتوها. ملح لمون وملح. وشطة. وماية مغلية. بسيبه يتنقع لمدة ليلة كاملة او لمدة على اقل تمن ساعات. اه لحد او لحد ما يهدى خالص. بعد كده باخد الكرنبيت بتاعي. انا باخد الشجيرات الصغيرة. مش باخد العروق الكبيرة. علشان دي بتاخد مدة طويلة جدا في ان هي تستوي او تبقى مخلل معينا. بقطع الكرنبيت بتاعنا. بزود عليه مياه مغلية. علشان يطرى. لان هو طبعا آآ آآ ليف وجمدة او قصية شوية. فبتبقى محتاجة ان هي تطرى شوية معينا. بزود له آآ ملح معلقتين كبار ملح. بيتنقع معنا فالمحلول ده. خلى ابيض آآ بمقدار معلقتين كبار او ربع كباية بغطي اسيبه هو كمان لحد ما المية تهدى خالص وتبرد الحاجة التالتة اللي هتحتاج نقعة معنا هي الجزر انا بقشر الجزر وبقطعه حسب الرغبة حسب ما احنا عايزينه شكله ازاي بس براعي طبعا ان هو ما يكونش صغير قوي وما يكونش كبير قوي المية السخنة اللي احنا هنقعه فيها هتخليه قطرة وحيخليه استوى بسرعة هزود الملح الخل والمية المغلية هسيب لكم في صندوق الوصف روابط الفيديوهات اللي انا عملتها للمخلل كلها بالتفصيل اكتر بعد ما نقعنا البصل بتاعنا المرة الاولى او النقعة الاولى بتاعتنا بنبتدي ننظفه بنشيل الطرفين بتوع البصل وبنشيل الورق بتاعه واول طبقة او اول طبقتين من البصل عايزة افكركم اللي لسه مشتركش في القناة يشترك فيها اذا عجبوا محتوى القناة وعجبوا طريقة عرض الفيديوهات وطبعا اللي يعجبوا ما ينساش يعمل لايك بضيف نفس المكونات اللي اضفتها المرة الاولى ملح اللمون وملح ابيض والشطة ومعلقة سكر كبيرة والخل بتاعنا وطبعا الميا المغلية وبسيبه يتنقع تاني لحد ما الميا تهدى خالص او تبرد معنا خالص بغطيه علشان ببقى عايز احتفز بالبخار بتاعه بخليه يبتدي يستوي معيه بعد ما نقعته هو والكارنبيت والجزر حبتدي اضيف المكونات بتاعتي دي كلها مكونات المخلل بالتبادل في برطمان ازاز نضيف ومعقم متأكدين من نضافته طبعا الفلفل بقطع الارن على اتنين او على تلاتة حسب الرغبة الخيار لان هو مش بياخد وقت في السوى بسيبه قطع كبيرة او بقطعه قطع كبيرة بقلب الميا اللي كنت نقع فيها البصل عشان يكل الملح والسكر فيها يدوبه هي دي الميا اللي هنزودها على المخلل بتاعنا بضف لها معلقة من هريسة الشطة انا عملتها في فيديو قبل كده معاكم هدف لكم برضو الرابط بتاع الفيديو ده هو في صندوق الوصف بزود على الميا دي معلقتين كبار ملح ومعلقة صغيرة سكر علشان احنا عندنا الفلفل والخيار مش عاملين حسابهم في الملح فبنزود الملح بتاعهم بقلب كويس لحد ما المكونات بتاعتنا دي كلها الدوب في الميا بتاعت المخلل اضيف الميا للمخلل واخليها مغطية للاخر وبقفل البرتمان بتاعي كنوع من الحماية عشان ما يوصلوش اي هوا بالبلاستيك الغذائي او باي كيس نايلون واقفله كويس اوي بالغطى بتاعنا المخلل بيقعد معانا عشان يستوي من ثلاثة ايام لخمسة ايام عشان الخضار الجامد اللي فيه احنا نقعينه فمش هياخد وقت معانا اتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم واتمنى لو طبعا عجبكم المحتوى القناة والفيديو تعاملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد شكرا واشوفكم في فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر